كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المال الجاري والذي اعتمد عفتاح السيسي عن تغييرات خطيرة في خطة الدعم والمزايا الاجتماعية الموجهة للفقراء ومحدود الدخل بشكل أساسي الميزانية تضمنت تخفيض دعم الأدوية وألبان الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه كذلك تخفيض دعم الصعيد من 600 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه وتخفيض دعم إسكان محدود الدخل من 300 مليون في الموازنة السابقة إلى 150 مليون فقط في هذه الميزانية كما خفض دعم التأمين الصحي الشامل من مليار و 500 مليون جنيه إلى صفر بينما تم تخفيض دعم اشتراكات الطلبة من 250 مليون إلى 200 مليون في المقابل وافق أساسي على زيادة موازنة الجيش والقضاء والمحكمة الدستورية إلى 49 مليون جنيه بزيادة قدرها 11 مليون جنيه عند العام الماضي ومضاعفة دعم الإنتاج الحربي ليصبح ملياري جنيه بدلا من مليار في الموازنة السابقة تغييرات كبيرة وصفها مراقبون بالخطيرة احتوى عليها البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة في العام الجاري والتي أقرها رئيس الجمهورية تضمنت الموازنة الجديدة إجمالية مصروفات بلغت حوالي 800 مليار جنيه مقابل إرادات بلغت 550 مليار وهو ما يعني تسجيل عجز كلي بالموازنة العامة بنحو 250 مليار البيان وصف زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية بالأمر بالغ الخطورة وأقر عدة إجراءات لمواجهة تلك الزيادة ومنها إلغاء الإعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة بموظفي الحكومة ووقف ضمها للراتب الأساسي وهو ما سيؤدي إلى خفض رواتب موظفي الحكومة خلال الخمس سنوات القادمة كما أقر البيان أيضا وقف التعينات بالجهاز الإداري للدولة وربطها بنسبة من يتم إحالتهم إلى التقاعد الموازنة شملت زيادة العديد من البنود ومنها زيادة موازنة الجيش والهيئات القضائية بنسبة 28% لتصبح 49 مليار جنيه وأدرجت كرقم واحد في الموازنة مضاعفة مصروفات الحكومة في البريد والاتصالات ثلاث مرات لتصبح 900 مليون جنيه بعد أن كانت حوالي 350 مليون مضاعفة دعم الإنتاج الحربي ليصبح ملياري جنيه بدلا من مليار في الموازنة السابقة وفي المقابل خفضت الموازنة بنودا عديدة أخطرها تخفيض دعم الأدوية وألبان الأطفال لأكثر من النصف تخفيض دعم تنمية الصعيد للثلث ليصبح 200 مليون جنيه بدلا من 600 مليون تخفيض دعم إسكاني محدودية الدخل من 300 مليون في الموازنة السابقة إلى 150 مليون جنيه تخفيض دعم المناطق الصناعية من 3 مليارات إلى 400 مليون جنيه فقط كان مجلس الوزراء قد قرر تخفيض دعم الطاقة لخفض نسبة العجز في الموازنة العامة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود مسببا أزمة ما زالت توابعها مستمرة حتى الآن وقال مناقشة هذا الموضوع رحب معي في السيديو مصر الليلة بالمهندس أشرف بدر الدين وكل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق أهلا وسهلا بك أهلا بك وسيكون معنا بطبيعة الأحوال ضيوف آخرون وأبدأ بك مهندس أشرف تعليق على الموازنة الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم دي تالت موازنة تعتمد في غياب بغلمان يمثل الشعب موازنتين بعد السورة اعتمدهم المجلس العسكري وبعدين موازنة في النص اللي اعتمدها مجلس الشورى الموازنة اليتيمة يعني الوحيدة والموازنة دي اللي اعتمدها قائد الانقلاب ايه الفرق بين الموازنة دي وموازنة مجلس الشهورة؟ ان كل تفاصيل الموازنة تم منقشتها في مجلس الشهورة وبالتالي لا غير ان تم منقشتها ايه الفرق في الارقام يعني في الارقام انا يهمني ايه كمواطن انه تنقشت ولا ما تنقشتش انا اللي وصلني ايه يعني ايه الفرق في الارقام بين الموازنة بتاع مجلس الشهورة وبين الموازنة اللي اقرها سيسي دون ان يعلم بها احد نمرة واحد لو كلمنا عن المرتبات البيان المالي لوزارة المالية ودي حاجات لم تعلن ولم يعلم بها أحد زعلان قوي أن الموظفين الغلابة مرتباتهم زادت بنسبة 100% خلال 3 سنين فبيقول ارتفعت مصرفات الأجور بشكل ملحوظ لتتخطى 207 مليار جنيه بنسبة نموه وكذا وهو ما يمثل ضعف حجم الأجور المدفوعة في سنة 2010-2011 آخر سنة في سنوات حكم المخلوع أي أن الأجور الحكومية تضاعفت خلال سنة السنوات زادت 100% خلال 3 سنين وهو مؤشر بالغ الخطورة يعني الحكومة دي والعسكر شايفين أن زيادة مرتبات الموظفين 100% خلال 3 سنين ده أمر بالغ الخطورة ويستوجب التعامل معه دون إجراء ورحوا بدقين التعامل دون إرجاء ورحوا بدقين ومحدش عارف الكلام ده ولم يعلن كم واحد الموظفين بقى أدوه اللي قد أديه؟ 6 مليون موظف 6 مليون موظف إنتجيتهم بقى أديه نعم يعني بيدخلوا للدول أديه لأ أهم هو طبعا عندنا تضخم في الجهاز الإداري لا يختلف عليه بس أنت عندك مؤسسات خدمية يعني الصحة والتعليم أنت عندك نص دول مثلا شغالين في المحليات اللي هما بيقدموا خدمات في الصحة والتعليم ده مثال حقيقي موظف فيها كان حوالي 30 واحد كويس؟ المكتبة دي تقريبا فيها مكتب واحد وكرسي واحد وفيها رف كده في كتابين بيروح كل يوم واحد منهم يمضي للباقيين في المقابل واخد بالك ودول موظفين وأنا أقول لحضورتك أنت عايز ده لو خد مرتب أولا المرتب بتوضي حلال أصلا يعني أولا حرام دي صورة في المقابل عندي مدرسة فيها 30-40 فصل فيها 2-3 فرشين وفيه عجز في العمالة وفيه عجز في المدرسين فيه عندي وحدات صحية ما فيهاش أطباء يعني دي صورة ودي صورة فعندنا خلل في توزيع القوة العاملة على الجهاز الإداري في الدولة أي نعم عندنا تضخم في الجهاز الإداري للدولة أي نعم عندنا عجز في جهات وفيه تخمة في جهات أي نعم لكن خليني أتكلم في الوضع الطبيعي في موظف مدرس مثلا يعني بيقوم بدوره وبيقدم مهمته أو طبيب بيقوم بدوره وبيقدم مهمته أو موظف في وحدة محلية أو وحدة اجتماعية أو وحدة زراعية أين كان بيقوم بدوره ولعمل بيحتاجه الشيء الأكيد إن المتين وسبع مليار جنيه اللي بيروحوا أجور للعملين في الدولة ما بيجيبوش متين وسبع مليار جنيه لا ما هو مش لازل ما بيجيبوش للدولة داخل متين وسبع مليار جنيه آه طبعا يعني ده يعني أنت عندك الإرادات الأخرى بخلاف الإرادات اللي هي بتيجي بصورة يعني زي الضرائب مثلا اللي بتيجي بصورة أكتوباتيكية ضرائب البترول وقناة السويس والجماريك وغيره كلها 160 مليار جنيه يبايزا زيادة المرتبات ده أمر خطير على الميزانية ويحتاج إلى معالجته مش كده أقول ليه يبقى كلامهم صح لا 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 أنا مش صح على الإطلاق لأن أنا مثلا أي دولة في العالم فيها جهاز إداري الجهاز الإداري ده نسبته في بعض الدول واحد لخمسين في بعض الدول واحد لمية إحنا عندنا في مصر واحد لأربعة عشر لكن افترض أن أنا حبقى يعني زي الدول اللي هي فيها جهاز إداري نسبته لعدد السكان نسبة يعني مثالية واحد لخمسين فأنا مفروض بيبقى على الأقل عندي حوالي 2 مليون موظف جهاز إداري ما تقدرش تقول الـ 2 مليون موظف دول من حقهم يعيشوا عيشة كريمة وياخدوا مرتبات توفر لهم حياة جريمة لهم والأسرهم لكن أنت تيجي النهاردة حفترض أن الـ 6 مليون دول فيهم و 2 مليون موظف بقى بجد 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 الجهاز الإداري محتاجهم وناس شغالين وناس بتأدي عملها بضمير وإتقان أنت تيجي النهاردة الـ 2 مليون دول تعمل فيهم إيه؟ تم تعديل منظومة الزيادة في الأجور حيث تم إلغاء الإعفاء الضريبة على العلوات الخاصة العلوات اللي كانت بتمنح كل سنة مع بداية يوليو دي العشر في المائة و 15 في المائة واللي وصلت في بعض الأحيال لـ 30 في المائة كانت معفاة من الضريب هو رح جاي مخضاعها للضريبة فكل عشر جنيه حيقبضها أي واحد علوات حيدفع منها جنيه ضريبة حد أدنى ولو الشريحة بتاعته زادت ممكن يوصل لجنيه ونصف إيه المشكلة في كده؟ إيه المشكلة؟ المشكلة أن أنا دخلي أصلا أنا مثلا دخلي ألف جنيه في الشهر يعمل لي إيه؟ النهاردة أقل أسرة هيتدفع منهم مئة جنيه مش كده؟ الألف جنيه؟ أه أدفع مئة جنيه من الألف جنيه يعني هو الألف جنيه بيعمل إيه أصلا عشان أدفع مئة جنيه درائب يعني الحاجة الأخطر من كده وقف دمها للغاتب الأساسي بعد أمور خمس سنوات كان دايما قانون منح العلاوة بيتضمن مادة فيه بتقول أن العلاوة دي تضم للغاتب الأساسي بعد خمس سنين طيب فأنا لو الأساسي بتاعي النهاردة مئة جنيه والعلاوة عشرين جنيه أساسية بعد خمس سنين حيبقى مئة وعشرين جنيه والعلاوة بتاع السنة الجاية بعد خمس سنين تنضم إيه 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 فرق بالتنين؟ لو أنا عندي واحد الأساسي بتاعه النهاردة مئةين جنيه ففيه طبعاً حوافز 200% حد أدنى يعني كل الناس بتاخد حوافز وفيه جهات بتاخد 300% وفيه جهات بتاخد 500% يعني ودي برضو حاجة محتاجة عادة نظر يعني أن يبقى فيه عدالة في توزيع الحوافز لأن الأجور الأساسية في الموازنة مثلاً 30 مليار الحوافز والبدلات حوالي 100 مليار حياخد حوافز 400 جنيه فيبقى إجمال مرتبه 600 جنيه والعلاوة لو جالوا 10% هو أساسي 200 حياخد 20 جنيه يبقى إجمال 620 جنيه ده لو فضل بالنظام الجديد اللي هم عملوه بعد خمس سنين مرتبه حيزيد كم؟ كم؟ ولا حاجة صف صف لأن العلاوة ثابتة حيزيد بس العشرين جنيه العلاوة حتخش في خانت المتغير فهم عشرين جنيه حتبقى هل الدولة تقدر تزود المرتبات؟ مفروض مفروض الدولة تقدر عندها عجز 240 مليار جنيه في الميزانية دي بس وعندها ديون قرر بتوصل لكام قرر بتوصل لتنين ونص تريليون هي الدولة اللي زودت المرتبات باعتراف الحكومة 100% خلال 3 سنين يعني تيجي مرة واحدة وتحرم الناس أنا عايزة أكمل المثال اللي أنا ضربته نحن عايزة نأخذ برى المرتبات لأن ده بند لا أصدر 6 مليون 6 مليون موظف النهاردة مرتباتهم العلاوة بقت ستة مش هتزيد العلاوة بتاعته مش هتنضم بعد 5 سنين فاللي مرتبوا النهاردة 600 جنيه كان بعد 5 سنين حيبقوا 1200 اللي مرتبوا النهاردة 600 جنيه حيلاقيهم في الأخير 700 جنيه فهذا انت بت مع أن فيه قرار الحد الأدنى اللي دول دول ما فيش واحدة ياخد أقل من 1200 ماشي بفرض أن أنا هاخد 1200 بس سنة برضو الـ 1200 دول بعد سنة 5 سنين حيبقوا 1300 جنيه إنما في الوضع اللي كان قائم من العلاوة بتضم كانوا حيبقوا 1000 جنيه ما هم زادوا في 3 سنين زادوا أكتر من 100% ما حدش بيزيد 100% في الدنيا لأنهم كانوا مظلومين ما هو الراجل اللي كان مرتبه 300 جنيه و400 جنيه ده ما كان راكن المظلوم الناس اللي كانت شغالة في المحليات المدرسين واللي شغالين في وحدات محلية واللي شغالين في الوحدات الصحية والمشغالين في الوحدات الاجتماعية والوحدات الزراعية دول ما كانوش بياخدوا حوافز أكتر من 25% والعملين في الهيئات الخدمية والجهاز الإداري حوافظهم بتصل لألف ومئة إحنا عندنا كمان خفض في حاجات تانية عندنا خفض في دعم الأدوية وقلبنا الأطفال من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه وخفض في دعم الصعيد من 600 مليون جنيه لمتين مليون جنيه وإسكان محدود الدخل من 300 مليون إلى 150 مليون وإلغاء التأمين الصحي الشامل لغوا؟ أه لغوا المليار ونص اللي كان محتوط للتأمين الصحي الشامل هو التأمين الصحي الشامل ده كان يستفيد منه كان محتوط له اعتماد في موازنة السنة اللي فاتت لأقرار مجلس الشيور مليار ونص عشان يبدأ تطبيقه طبعا لم يطبق خلال سنة الانقلاب والسنة دي شلوا الفلوس بتاعته بالكان طيب ده معناه إيه بقى الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها اللي هو تعمل أجوليا والبان للأطفال والكلام ده لو رجعت للبان المال اللي قدام حضرتك ده في صفحة 4 و5 و6 كلام كتير جدا عن العدلة الاجتماعية والفؤراء وإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل داخلا وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وكلام كبير جدا وهنا برضو في خامسة يقولك لا إجراء اقتصادي إلا ويصاحبه إجراء اجتماعي يحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاء يعني مش هياخد أي إجراء اقتصادي ألا ما يكون له مردود اجتماع فجأنا كده مرة واحدة الأسعار البنزين والمحروقات والكلام ده زادت بنسب وصلت لـ 100% وكل الدنيا زادت وبعض الحالات أكتر من 100% وبعض الحالات أكتر من 100% نيجي بقى في الدعم هو بيقول أنه رفع دعم المنتجات البترولية فقط خفضه وبالتالي باقي بنود الدعم يعني مفروض أن هي تفضل زي ما هي والغلابة مفروض أنه راجل بيعمل عشان صالح الغلابة والكلام ده كله تعالى أول حاجة دعم السلع التامونية اللي هي الزيت والسكر ورز والعيش قال من 34 مليار السنة دي ليه 31 مليار أدي 3 مليار جنيه خفض في دعم السلع التامونية وكل الناس عارفة دلوقتي أنه خلاص لغل السلع التامونية احنا كلمنا في الخفض كتير احنا عندنا خفض انا بس في شوية اللي أنا قلتهم دول عندنا خفض كتير هل الخفض ده يعني يعوض الزيادة اللي راحت للجيش وراحت للقادة وراحت لأماكن أخرى لا أنا عندي بقى دعم الانتاج الحربي كان مليار ومتين مليون بقى 2 مليار ومتين مليون ومية وطمانتاشر مليون واخد بالحضة يعني أنت تشلي من دعم تنمية الصعيد 400 مليون هل الصعيد مش محتاج تنمية؟ هل الصعيد الفقير اللي أهلي بيعانوا من سوق الخدمات في كل شيء وعايشين في ظلم بقى لهم عشرات السنين وكانت الحكومة السابقة حطا لهم 600 مليون دعم تيجي أنت السنة دي تخفض الدعم ده 400 مليون هل الصعيد مش محتاج دعم؟ تيجي أنت تخفض دعم الإسكان بتاع محدود الدخل من 300 مليون ل150 هل محدود الدخل مش محتاجين الإسكان بتاعهم محتاج دعم والعشوائيات وغيره؟ تيجي تاخد منهم 150 مليون تيجي أنت دعم الطلبة الطلبة دلوقتي في ظل الغلاء والكلام ده والاشتراكات بتاعتهم تيجي تخفض الدعم بتاع الاشتراكات بتاعتهم من 250 مليون لـ 200 مليون تاخد منهم 50 مليون جنيه دعم التأمين الصحي الشامل تشيل مليار ونص منه أنا عايزة فنبقى بوقت تأمين الصحي الشامل أنتوا كنتوا عاملين إيه في التأمين الصحي الشامل؟ وهم عملوا إيه دلوقتي؟ إيه كان فيه نظام حيطبق بحيث أن كل الشعب المصري تشملوا مظلة التأمين الصحي يعني إيه تشملوا مظلة؟ يعني يعمل إيه؟ يبقى له تأمين صحي يبقى معاه بطاقة تأمين صحي ويروح يتلقى الخدمة الصحية في أي مستشفى سواء خاص أو عام والحكومة تدفع التكلفة بمقابل اشتراك شهري هو يدفعه أو اشتراك سنوي وخبال حضرتك هم لغوا المشروع ده تماما فكان محطوط له في المواسد وده أصلا مليار ونص مليار ونص مليار ونص ممكن يغطي المصريين؟ لا كان مرحلة أولى لتطبيق هذا كان حيتطبق على كذا سنة يعني تدخل كل مرة شريحة من الشرائح وتيجي تاخد كل ده وتوديه فجأة إيه دعم الانتاج الحر وفي نفس الوقت ميزانية الجيش تزودها لي 11 مليار جنيه احنا عندنا البابل الخامس اللي هو مصفة أخرى ده كان حوالي 38 مليار بقى 49 مليار أو 39 مليار بقى 38 مليار وشوية بقى 49 مليار اللي هو 11 مليار زيادة بتوع الجيش 28% اللي هم 11 مليار بتوع الجيش بتوع الجيش لكن مش الهيئات القضائية لا البند ده بند مصرفات أخرى بيضم الجيش والمحكمة الدستورية والقضاء والمخابرات بس كل ده راح للجيش بس المخابرات المخابرات ميزانيتها مليار المحكمة الدستورية ميزانيتها حوالي مليار واخد بال حضراتك لكن كل الزيادة راحت للجيش بس واخد بال حضراتك فأنت في الدعم تزود له مليار وتروح هناك في الميزانية تاخد 11 مليار هاتلي بقى التعليم ولا صحة ولا إسكان ولا نقل ولا 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 أي حاجة من دي زادت بنسبة 28% في الموازنة لماذا؟ لماذا بقى نشوف المشاهدين رأيهم إيه؟ مع الزميل عمر فياد نشوف المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه تعليقاتهم على البيان المالي لوزارة المالية نعم زين جاءت الكثير من الأران نبدأها بتعليق لسيف يقول بعد الموازنة الجديدة أحب أقول واضح فعلا أن مصر ستبأد الدنيا بس بالنفخ هكذا وصف سيف تعليق لعلي يقول وأين ستذهب حصيلة رفع الأسعار على المطحونين والإجابة ستذهب إلى المستريحين لكي لا يتحولوا لمطحونين هكذا يقول علي أما شيخ مجد يقول بركات عذاب السيسي وصلت وحكومة أو الحكومة التي عملوا لها قانون عدم المحاسبة وشعب بيموت بالبطيء هي دي مصر الحديثة هكذا يراها الشيخ مجدي أما إسحاق اسماعيل يقول يا مستني السيسي يطور مصر يا مستني نيتنياهو يصلي العصر هكذا أيضا وصف هذا المشارك أما ربعوية تقول تسلم لايدي خلي اللي رأسه للسيسي يعرفه الفرق بين رئيس كان حاسس بالفقراء ورئيس بمص دم الشعب هكذا وصفت ربعوية ننتقل لتعليقات تويتر ووائل خليل يقول على تويتر يريد حد من اليمين الاقتصادي المؤيد لقرارات تخفيض الدعم يشرح لنا الفائدة المرجوة من خفض عجز الموازنة مقارنة بضرر الكساد الناتج من تضاؤل القوى الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل تعليق لي عصام يقول في حزمة صندوق النقد الطبائط بالكامل يترى لي هل علشان يقل العجز الموازنة ولا علشان يعرف ياخد قروض تاني وتالت والمركب تغرأ أكثر هكذا يقول عصام تعليق للدكتور محمد الجوادي في تويتر يقول رفع الأسعار ليس هدفه ضبط عجز الموازنة وإنما هدفه الاقتراض من صندوق النقد الذي يشترط شفافية سعر الطاقة ومع هذا لن يرتفع سعر الطاقة على نجيب هكذا وصف الدكتور محمد الجوادي أما عبد الرحمن يوسف فكتب يقول زيادة مخصصات الجيش إلى ثلاثين وتسعة من عشر مليار جنيه في الموازنة الجديدة يبدو أن تقشف بعض المؤسسات أو يبطل صيام أفراد هكذا وصف عبد الرحمن يوسف الكاتب والشعر أما محمد أبو حمد يقول مؤتمر وزير المالية إيجابي جدا ويؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل عجز الموازنة لن تمس محدودي الدخل ولن تؤثر على تشجيع الاستثمار هكذا وصف أو هكذا كتب في هذه التدوينة آخر التعليقات كان هو آخر التعليقات إذن زين إليك شكرا جزيلا عمر فياد التقشف يبطل الصيام أحيانا عند بعض المؤسسات هكذا يقول الشاعر عبد الرحمن يوسف أعود إلى ضيفي في السوديو المهندس أشرب بدر الدين برضو مركز كارونيج لدراسات الشرق الأوسط نشر بحثا بعنوان الجيش يزاحم المؤسسات الاقتصادية في مصر والدراسة تناولت تفنيدا للدور الذي تلعبه هيئات بالجيش في الاقتصاد سواء بتولي مسؤولية مشروعات أو التنسيق المباشر مع جهات تمولية خالجية أو غيرها من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة من خلال إدارة الهيئة الهندسية وغيرها هل بالفعل الميزانية الزيادة اللي راحت ديت تعزيز لهيمنة الجيش على الاقتصاد ولا المؤسسات الاقتصادية اللي تابعة للجيش ما لاش أي علاقة لا طبعا هذه الميزانية لا علاقة لها بالمؤسسات الاقتصادية بالجيش لأن المؤسسات الاقتصادية الجيش بتتبع هيئة اقتصادية طيب هنشوف التقرير اللي احنا عملناه على تقرير معهد كارنيجي ثم نوصل أني خاش غموض كبير تحيطه المؤسسة العسكرية بأنشطتها الاقتصادية حتى فيما يتعلق منها بالقطاع المدني وخلال الأشهر الأخيرة أسندت وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب لوزارة الدفاع المصرية عقودا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة وتوضح دراسة لمعهد كارنيجي أن الجيش يزحم المؤسسات الاقتصادية المدنية خاصة مع تجدد دور الجيش في الشأن الداخلية بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي إلى جانب العديد من التعديلات القانونية والتشريعية التي تثير عدة تساؤلات حول دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المدني المصري وتوضح الدراسة أن للجيش ثلاثة مؤسسات تضم شركات تلعب الدور المباشرة في المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة أولها جهاز مشرعات الخدمة الوطنية ويضم عشر شركات تغطي أنشطة النظافة والزراعة والمنتجات الغذائية وتباع السلع التي تفيد عن حاجة الجيش في السوق المحلية وثاني تلك المؤسسات الهيئة العربية للتصنيع وتستخدم قدرتها الزائدة في دعم المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية وحماية البيئة وتدير أحد عشر مصنعا ولها العديد من المشاريع الدولية وثالث تلك المؤسسات الهيئة القومية للإنتاج الحربي وتدير أكثر من خمسة عشر مصنعا لإنتاج الأسلحة والذخيرة إضافة إلى بعض السلع مثل التلفزيونات والأجهزة الإلكترونية والرياضية وفي أبريل الماضي قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفذ أربعمائة وثلاثة وسبعين مشروعا في العام والنصف الماضيين تشمل بناء الطرق الكباري والموانئ وبناء محطات مياه تحلية كما توسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية المدنية من خلال عقد شركات مع شركات عالمية لإنتاج أجهزة التلفزيون وصيرات الجب والكمبيوتر اللوحية هذا بالإضافة إلى عقود بالمليارات بين القوات المسلحة وشركات إماراتية لإنشاء عقارات ووحدات سكنية وتطرح الدراسة تساؤلا عن مدى نزاهة اقتصاديات الجيش وخضوعها للمساءلة والشفافية خاصة وأن للجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية في مصر والتي تقدر بما يقرب من 90% من مساحة مصر الإجمالية كما يمتلك الجيش القدرة على استخدام المجندين كأيد عاملة شفه مجانية وأرباحه معفاة من الضرائب كما تعفى واردته من الجمارك كل هذه المزايا تجعل من الصعب على شركات القطاع الخاص منافسة مؤسسة الجيش الاقتصادية ولا يعرف الحجم الحقيقي لاستثمارات الجيش في الاقتصاد المدنية وانقدرها بعض الخبراء بـ 40 إلى 50% من الاقتصاد المصري وتخلص الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الجيش أصبح يلعب دورا أكبر في الشأن الاقتصادية دون مراقبة أو إشراف ما ينذر بحدوث موجة عامة من الإحباط وخيبة الأمل وواصل النقاش مع ضيفي فيها لستوديو المهندس أشرب بدر الدين وكيل لجنة الخطوة الموازنة بمجلس الشعب السابق حسب التقرير مهندس أشرف أنه مش المشكلة أن يكون المؤسسة العسكرية لها استثمارات اقتصادية ممكن يكون فيه مؤسسات عسكرية في العالم كله لها استثمارات اقتصادية لكن مشكلة المؤسسة العسكرية المصرية أو المجمع العسكري الصناعي المصري أنه لا يخضع لأي رقابة وإذا فسد مسؤولوه وتربحه بطريق غير مشروع فإن محاكماتهم لا تكون إلا أمام النيابة العسكرية يعني عسكر في عصر ده اللي هو التعديل اللي عمله المشير قنطاوي في مايو 2011 اللي هو عدل قانون القضايا العسكري بحيث أنه أي مسؤول عسكري حالي أو سابق لا يحاكم في قضايا الكسب غير المشروع إلا أمام هذه هي المشكلة مش المشكلة أن نسبته مؤديية المشكلة أنها خارج الموازنة العامة للدولة أن دولة بتعاني عجز في مواردها وتعاني ديون وصلت إلى أكثر من 2 تريليون وهذه المؤسسة العسكرية كما قال التقرير لا تدفع ضرائب لا تدفع جمارك لا تدفع تأمينات عن العمالة لا تدفع أجر للعمال اللي هم الجنود المفروضة يحين دفعاً للوطن يستخدموا في السخرة في العمالة وبعدين تسند لها المناقصات بالأمر المباشر يعني كمان لا يدخل حتى منافسة حقيقية وشريفة كنتم عملتوش أي حاجة ما كنتم في مجلس الشعب أو مجلس الشورى ولا في عهد الرئيس مرسي لتغيير ذلك لا يعني الفترة لا أنا عايز أقول لحضرتك قول لي حاجة واحدة الفترة كانت أولاً مناشة الهيئات الاقتصادية اللي كل قادتها لوقات مثلاً المواني وغيره دي لأول مرة تحدث في تاريخ البرلمان وما حصلتش طبعاً بعد كده وما ظنش إنها هتحصل تاني إلا في ظل حرية وديمقراطية حقيقية لكن ما طلعش أي قرار منكم سواء حينما كان لكم الأغلبية في مجلس الشعب كان هناك أو الأغلبية المطلقة في مجلس الشورى أو الحكم المطلق بصلاحياته التشريعية وصلاحياته التنفيذية في يد الرئيس مرسي لم يصدر أي قانون يعدل الرئيس مرسي لم يستخدم صلاحياته التشريعية إلا في أضيق الحدود لأنه طبعاً لم يكن يحب أن يستخدم هذه السلطة في ظل غياب البرلمان لما عاد البرلمان بدأ هذه الإجراءات كان هناك تعديل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يتمكن من الرقابة المالية هو لم يستخدم صلاحياته التشريعية دي مش حاجة كويسة يعني يعني ممكن تكون حاجة يعني هو يظن أن هي كويسة بس هي عدم استخدام صلاحياته التشريعية في قانون مثلاً تعديل القانون بتاع مايو 2011 ده يعتبر تقصير كبير السيسي دلوقتي بدل ما يقول لنا هتبرع بنص أملاكه اللي محدش عرفها قد كام وهو تبرع بكام بدل ما ياخد قرار بأن مؤسسة الجيش اللي هي أصلاً ملك الشعب المصري تعود أموالها للشعب المصري ولا تصبح حكر على مجموعة من قادة المجلس العسكري اللي بيتحكموا في مليارات وكل واحد منهم بيطلع من الخدمة ومعها مليارات في البنوك وعنده عزب وعنده عقارات وعنده فيلاد وعنده شركات وعنده عربيات أن مؤسسة الجيش الاقتصادية تتراوح ما بين 5% إلى 40% السيسي بيقول 2% أنت بتقول إيه؟ أنا بقول 60% أبسط مثال قالها بس أني بسطها للنسك كل أرض مصري المليون كيلو متو مربع ملك القوات المسلحة 87% بس ما هو الباقي بقى أنا أو حضرتك موجب قرار رئاسي صدر سنة 97 من الرئيس السلام حصي مبارك أن الجيش له الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة ودي تصل إلى حوالي سوى أي مصري ما معاهش عقد بشقة أو بحتة أرض أو بمبنى هو استثناء من هذه القاعدة اللي معاه عقد ده استثناء والباقي كله كل الأرض اللي ما حدش معاه عقود بيها ملك الجيش كل ريف معه مش عقود لا ما يقصدش معظم البيوت في الرياف لا الرياف مش بتدائما لا بس هو بيت ملك وابوه معاه عقد جده معاه عقد إنما مش كده يعني إنما دي أراضي متورثة إنما كل أراضي مصر الأخرى تعال أنت الجيش دلوقتي عنده حطة أرض مثلا ما بين حديق الأهرام وستة أكتوبر تجيلها مثلا لو تحتتبع تجيب لها عشرات المليارات مسقعينها وعشان هم اللي ياخدوها عندك حطة أرض في وسط مدينة نصر ما بين شارع مصطفى النحاس وزاكر حسين وكام برضو دي لو تباعد تجيب عشرات المليارات مسقعينها عشان تدخل جيوبهم طيب ما الأراضي دي يا عم بدل ما انت عمل تغلي على الغلابة وبتقول لي أنا وفرت 51 مليار رئيس الوزرى بيضحك عن ناس مبارح ويقول لهم ده 51 مليار ودنا مش عايفة 20 منهم للصحة و30 منهم لإيه طيب أنت وفرت إيه لو كنت وديت ده للصحة والتقنيب أنت ما وفرتش حاجة ميزانية الجيش دلوقتي كان غير معلومة طبعا ميزانية الجيش غير معلومة في الموازنة الحالية لا ما يذهب للجيش من الموازنة العامة للدولة اللي هما 49 مليار ده المعلن المعروف إنما ميزانية الجيش نفسها بقى كام ما حدش يغف لأنه عنده الشركات بقى أكتر من 4000 شركة في بعض التقديرات وعنده أملاك وعنده أرصدة عنده سندق خاصة بعض التقديرات كان من سنتين بتقول 120 مليار جنيه يعني عنده فلوس سيلة سندق خاصة لأن كل نوادي القوات المسلحة وكل الكلام ده كله ده معمول من سندق خاصة هذه السندق خاصة 120 عنده أرصدة بالعملة الأجنبية خارج مصر كمان بتقدر بعشرات المليارات من الدولارات ميزانية الجيش غير معلنة وغير معروفة ولا يعلم أحد في الشعب المصري حجم هذه الميزانية ولم يحاول أي برلمان بعد الثورة أن يعدل من هذا الوقت لا ما احنا قولي برلمان بعد الثورة مين برلمان بعد الثورة مجلس الشعب اللي تحل بعد الست شهر بدأ في شهر 12 وصدر حكم المحكمة الدستورية في شهر 5 برلمان بعد الثورة مجلس الشعب اللي ماكملش سنة يعني إيه برلمان بعد الثورة ده هاتلي برلمان بعد الثورة قاعد خمس سنين مارس سلطاته التشريعية ما كانش قاعد المحكمة الدستورية كل ما يطلع قانون ترجعهوله والمحكمة القضاء الإداري كل ما يطلع قارات الغهوله وتربص من المجلس العسكري وتربص من المحكمة الدستورية هاتلي برلمان ثورة قاعد دوريته كاملة ومارس صلاحياته كاملة وما عملشي أشكرك شكرا جزيلا المهندس أشرب بدردين وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب السابق وما زلنا معكم مشاهدينا في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل في مونديال البرازيل مواجهات أوروبية لاتينية في النصف النهائي ولا تغييرات في خارطة القوى الكروية الكبرى